نريد أن نبدأ سخنين على طريق أنا عايز أبدأ بمعالجة الإعلام لتأهل الأهلي وخروج نادي الزمالك من البطول ومش عايز حد يقول لي إحنا في قناة النادي الأهلي أنا مش هتكلم على الزمالك كفريق أنا هتكلم على معالجة الإعلام لتأهل فريقين أو حصوص فريقين أو كلام عن فريقين خلال الفترة اللي فاتت كلها ونشوف ونقارن النظرة عاملة إزاي ونشوف الأمور هل ده يستقيم ولا لأ أنا عارف أنه ده خارج الإطار اللي أنتو محضرينه بس لتحكم الحاجات دي برضو معلش أنا أول موضوع بحكم شغلك أنت بتكون مرائب وبتكون شايف الأمور ماشي إزاي فلازم مين اللي في البطولة الأهلي والزمالك فلازم تشوف والتنين من بلد واحد والتنين إعلام واحد فطبيعي أنك المعالجة تبقى واحدة يعني لما شوف أن النادي الأهلي تأهل وحق المطلوب ويتقال في الإعلام كله بعد المباراة تأهل فاز النادي الأهلي ولكن الأمور أنا قلت على فكرة بعنوان على اليوتيوب قلت فاز الأهلي ولكن إنما ولكن دي المعنى إيه بتقول واحد اتنين تلاتة أربعة والسلبيات إيه والإيجابيات إيه لكن في النهاية أنت حققت المطلوب في النهاية ما ينفعش أن أهد في اللعيمة أو أهد في الفريق فلما يكون أول كلمة أو أول تعليق من الإعلام الأهلي فاز بس ونفضل شغالين على أن المسيماني ما بحققش المطلوب المسيماني ما قدمش الشكل المطلوب ويقول أن الفرقة فيها أزمات وفيها مشاكل والكلام كثير وأن اللعبة متضايقة من كلام مسيماني الكثير وكلام كثير بيطلع في الإعلام على الجهة المقابلة وفي نفس البطولة وفي نفس الفريق هناك فريق لم يحقق المطلوب وكان أول كلام خرج الزمالك ولكن لا لا كده الميزان مش مزبوط عندنا مشكلة في ولكن كده الموضوع مش مزبوط كده أنت قدمت ولكن عندي وأخرت ولكن في الجهة المقابلة أو النادي المقابل وأنا مش ضد ده أنا معا أنك تتكلم في السلبيات والإيجابيات لكن الميزان يكون واحد يمكن عشان الملابسات صعودك أنت وخروجه ملاش حلاقة هذه الملابسات في النهاية النتيجة النهاية إيه أنا الفريق الناجح أنا الفريق المتأهل أنا الفريق اللي وصل إنما الفريق الآخر لم يصل الفكرة فين هنا أنا عايز حد بس يقولي المعيار المعيار اللي أنت حكمت به إنك تهد في فريق وإنك تبني في فريق أو إنك تعزز قوة فريق هو أصلاً لم يتأهل هي دي الفكرة أنا بس نفسي أسأل السؤال ده إنك جودة الأداء متوكدة هي المعيار؟ إيه لا 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 عمر ما كان جودة الأداء هي المعيار عمرها ما كانت المعيار المعيار الأول هو تحقيق المطلوب ده الأول أنا هستفيد إيه عارف؟ أنا هستفيد إيه لو أنا لعبت كويس وما فوستش أو لعبت كويس والنتيجة ما خدمتنيش في خارجة من البطولة مش هو ده المعيار إن المفروض الإعلام يتكلم به أو يحكم به أنا ما يحبش أعيش دور المظلومية أو دور إن الناس متربصة لي أو جاي علي إنما لأ واحدة واحدة كده ونبص ونشوف إحنا هنا في قلعة الناد الأهلي وإحنا كانوا قاد أهلوية ومحسوبين عن الناد الأهلي بنقول الصحة وبنقول الغلط بنقول عايزين إيه نزود إيه عايزين مثلا المعدل الليقاء البدانية ارتفع عايزين الإصابات عايزين يكون في تدوير بنقول حتى موسيماني بيقول يعني مدير الفني عندنا في بحريس نحن بيخبيش يعني أنا كإعلام أصلا تابع ويخص الناد الأهلي ما بخبيش ده وما بتكلمش حاجة تخبي ده بالضبط إنما يكون الإعلام هو اللي بيعازز خب بالك كمان برضو ممكن تطرح سؤال يقولك هو النادي الأهلي ما ببصش للكلام ده لا هو النادي الأهلي كنادي أهلي آه ما ببصش للكلام ده وبيلعب آآ فيما يخصه وبيدوس على كل الكلام ده إنما في جزئية مهمة الإعلام يوجه وله دور توجيهي للجمهير ما هو ممكن حضرتك والأداء ده مثلا الأداء يكون بحكم إجهاد المباريات بإجهاد أو ضغط المباريات يكون عندك نوع من الإجهاد يكون عندك إصابات كتير وبالتالي إنت كموديل فني أو كلاعب تطلع تحاول تطلع بفوز بس بأقل الخسائق بس أكيد أكيد الأداء هيكون متراجع ممكن وإنت كأعلاب تتكلمني وتقول لي إن الأهلي متراجع وإن الأهلي أداء ووحش ده يخلي اللي شايف ده فعلا يزيد في داء ويزيد في الضغط على فرقتي يزيد في الضغط على اللعبة اللعبة دلوقتي بقت متواصلة على السوشال ميديا بشكل كبير وبتشوف السوشال ميديا بشكل كبير بص على السوشال ميديا بعد المباريات الأهلي دلوقتي كلها يجوم على اللعبة جزء كبير جدا وجزء آخر فيه إن هو بيحاول يتصدى للكلام دي أخذ بالك ده الإعلام عايز ده طب أنت ليه تحط نفسك كإعلام في الجزئية دي وفي نفس الوقت بتلاقي ناحة تانية شد من الأزر وشحز الهمم طبعا أنا دلوقتي عندي مباراة قمة اللي جاية بعد مباراة الكاس عندي مباراة قمة أنت دلوقتي كإعلام بتعزز من دور أو بتقوي دور فريق خسران وفريق خارج وعملت هد في فريق بس بي مش أول مرة تحصل يعني أعتقد برضو فيه سلسلة يعني هجبات زي كده بتحصل كل فترة مع الأهلي أنا بكلم تحديدا عشان كده أنا قلت إيه أنا عارف من السياسة قناة النادي الأهلي وعارف سياسة إعلام النادي الأهلي هو أنك بتترفع إنما فيه أوقات لابد أنك تحط مواجهة وتحط الأمور في نصابها الطبيعي وخاصة لو كان الإعلام طبيعي في قنوات عامة مش قنوات متخصصة وارد ده يحصل من قناة نادي الزمارك ده وارد ده قناة متخصصة وارد يكون ده أو قناة تابعة للنادي فوارد يكون ده من ضمن مخططات إن هو عايز يضعف من هممك أو أي أن كان قبل مباراة القمة أو ده نوع أو توجه عنده ده ما عنديش بس ما يكونش توجه الإعلام